رواية صيد الغزلان من الروايات اللي حتى الان مش عارفين زي كانت هتحاول الفيلم ولا لا بس برضو اكيد لها كان شرارة او تريجر او 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 شيء ما موسم صيد الغزلان انا كنت قاد في السحل الشمالي ساعة 12 بالليل حطت كرسي في المية عالبحر بالليل الامر كان مكتمل نفس بالزبط اول مشت في الرواية الموج فضل يضرب في رجلي كده قاعد سايب موبايل يسايب كلها في الدنيا قاعد سرحان كده تماما وقد روحت نمت فحلمت بالحلم اللي موجود جوا الكتاب اللي هو ان انا واقف ببص في المية لقيت واحدة في المية شعرها بيتحرك كده وقدين بدأت تبصلي فبدأت انط ووقفت فعلا على المية بدأت اكسر المية عشان انزل لغاية ما انزلت لها وقربت منها وبعد كده صحيت صحيت كتبت انت مقدر بتسرح بينا والله ما بسرح بيك والله يا انا حسن انت بتقولي فيلم دلوقتي انا بسرح هنا بس ما بسرحش هنا انا بسرح في الكتب بس يعني انت الحلم ده حقيقي شوف ده بالزبط الحلم اصلا ما بحلمش بس لو حلمت بتبقى مسيمة اي حد فينا بيحلم بحلم غريب او ملفت بيقعد يحاول يفسره انت كان تفسيرك الشخصي لحلمك ده ايه ما مش عارف خلص مش قادر امسك اي تفسير او حاجة بتريليت بيا بس هو انا قمت كتبته قمت كتبته زي ما عشان ما نساووش فبقاين بدور كده كأن انا حاجة تايها مني بدورها حاجة بصرحة ما بردش على حد لغت ما رحت كاتب كل حاجة وبعدين بدأت افكر بقاين لانا كاتبه ده وبعدين بدأت اروح من الماضي الكامل في ارض الاله الفرعونية اروح لغاية المستقبل ما كنتش عايز اجي الحاضر خلص بصراحة بقالي فترة يعني مسافر هنا وهنا فقلت خليني قدام فروحت المستقبل وانبسطت جدا جدا ودرست المستقبل دراسة علمية يعني تتبعت تلات كتاب في المستقبل بكلمه عن ماذا سيحدث في المية سنة الجاي تخيل اه عشان اعرف احنا رحين فين فيوتر بالضبط وده مكت ده طبعا السؤال واضح وقصير وعايز اجابة واضحة وقصيرة حضر موسم ست الغزلان هتحاول فيلم سينمائي اه انا كتبت السيناريو بالفعل ودلوقتي في مرحلة التحضير الانتاج اللي فيلم ده فيلم تانتاجه صعب جدا جدا بالفعل يس طب سؤال تاني صريح وقصير عارفه والله بس سؤولي بطولة مين آآ لسه ما تحددش لسه ما تحددش هتلاقي فيه اشعاعات كتير بس صدقيني لسه ما فيش حد يعني شارب في الموضوع احنا بس حاليا دلوقتي في فترة التحضير برسمه لانه هو محتاج رسمه هتبني له حاجات كتير اولى انه مش موجود يعني في الاخر احنا ممكن نروح في اي فيلم تاريخي نروح شارع المعز نسرق حتى نلعب في قصر المنستيري اللي ممكن نعمل بعض الحاجات لكن في فيلم مستقبلي مش موجود فاحنا بندزاين كل حاجة من الاول مع طبعا الجرافيك الصعب تنفيزه مع جرافيك بالدولار وبيتعمل برة وفليه طبعا تابعات معينة محتاجين ان احنا نكون عارفين بنعمل ايام بس وانا بصراحة مؤمن جدا الحاجة لازم تاخد وقتها يعني كيرا والجن ناس مبسوطة بيبا واخد ثلاث سنين شغل فلازم الحاجة تستوي كويسا اه اخد وقت كتير اشترك في بقات واضشة الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش وبقات سنوية بتبدأ من 150 جنيه